السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني من مدرسة البيت العتيق الإسلامية سنبدأ اليوم درسا جديدا بمادة الرياضيات للصف الثاني الأساسي من كتاب الطالب درسنا اليوم من وحدة القسمة الدرس الثالث وهو العلاقة بين القسمة والضرب من فضلكم افتحوا كتاب الطالب صفحة أربعة وثلاثون بداية سوف أذكركم صغاري بضرورة حفظ حقائق الضرب بشكل مستمر حتى تتمكنوا من فهم هذه الوحدة جيدا تعلمنا سابقا بأن الضرب هو جمع متكرر والقسمة هي طرح متكرر أتعلم اليوم أستعمل العلاقة بين الضرب والقسمة لكتابة حقيقتين الضرب والقسمة المترابطتين المصطلحات الحقائق المترابطة أستكشف ما العدد المفقود في المسألة؟ انظروا معي إلى الكعكات وانظروا إلى العمليتين عملية الضرب والقسمة ثلاثة ضرب فراغ يساوي إثنى عشر إثنى عشر تقسيم فراغ يساوي ثلاثة ترى ما الأعداد المفقودة؟ وكيف تجدها؟ انظروا معي هذه ثلاثة تعبر عن عدد المجموعات ضرب ماذا سنقول؟ أحسنتم ضرب واحد اثنان ثلاثة أربعة وهو عدد العناصر في كل مجموعة يساوي إثنى عشر كعكة أما في القسمة هل تستطيعون أن تعرفوا العدد المفقود؟ إثنى عشر هو العدد الكلي كما قلنا تقسيم ماذا يأتي هنا؟ أحسنتم عدد العناصر في كل مجموعة إذن أقول أربعة والناتج هو عدد المجموعات وهي ثلاثة واستخدمنا هنا نفس الأعداد في دملتين ضرب والقسمة هيا بنا ننتقل إلى أتعلم الحقائق المترابطة هي حقائق الضرب والقسمة التي تستعمل فيها الأعداد نفسها انظروا إلى الضرب وانظروا إلى القسمة انظروا إلى الضرب أعزائي أريد أن أعرف ما العدد الكلي للنجوم واحد اثنان ثلاثة أربعة وهنا أيضا أربعة أربعة وأربعة ثمانية وهو العدد الكلي إذن نقول مجموعتان إذن جملة الضرب تكون عدد المجموعات وهي اثنان ضرب العدد في كل مجموعة وهو أربعة اثنان ضرب أربعة يساوي ثمانية وهو العدد الكلي للنجوم إذن العدد الكلي للنجوم هو ثمانية هيا نبدأ بالقسمة ما عدد المجموعات؟ كيف سنعرف؟ انظروا معي العدد الكلي للنجوم وهو ثمانية تقسيم أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة وهو العدد في كل مجموعة يساوي عدد المجموعات وهو اثنان إذن جملة الضرب والقسمة المترابطتان هما اثنان ضرب أربعة يساوي ثمانية وثمانية تقسيم أربعة يساوي اثنان أتحدث كيف أجد حقيقتين ضرب والقسمة المترابطتين؟ الإجابة من خلال استعمال العلاقة بين الضرب والقسمة مثلا جملة الضرب ثلاثة وهو عدد المجموعات ضرب اثنان وهو عدد العناصر في كل مجموعة يساوي ستة وهو العدد الكلي هنا كيف سأجد جملة القسمة المترابطة مع جملة الضرب هذه؟ في جملة القسمة سوف أضع أولا العدد الكلي وهو ستة تقسيم العدد في كل مجموعة وهو اثنان يساوي عدد المجموعات وهو ثلاثة والآن أحبائي أتحقق من فهمي صفحة 35 أكتب جملتي الضرب والقسمة المترابطتين لكل مما يأتي أولا ما عدد المجموعات؟ ما العدد الكلي للمربعات؟ برأيكم هنا أين جملة الضرب وأين جملة القسمة؟ سنبدأ هنا بجملة الضرب سنكتب هنا عدد المجموعات كما اعتدنا مجموعة مجموعتان ثلاثة أربعة أكتب أربعة ضرب ماذا سنكتب هنا؟ العدد في كل مجموعة هيا نعود واحد اثنان ثلاثة أربعة صحيح أربعة ضرب أربعة هل حفظتم جدول الضرب؟ إذن أربعة ضرب أربعة ستة عشر وهو العدد الكلي هنا سنبدأ بجملة القسمة ماذا نكتب في أول فراغ؟ العدد الكلي أحسنتم وهو ستة عشر تقسيم ماذا سأكتب هنا؟ سنوزع هنا على شكل مجموعات كل أربعة معان إذن في كل مجموعة وضعنا أربعة إذن الفراغ الثاني هو عدد المجموعات أربعة الناتج سيكون عدد المجموعات نعد معان واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن الجواب أربعة ثانيا ما عدد المجموعات؟ ما العدد الكلي للمربعات؟ سنبدأ بالضرب هيا نعد المجموعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ضرب العدد في كل مجموعة صحيح اثنان والناتج هو المجموع الكلي وهو عشرة ننتقل لجملة القسمة العدد الكلي هو عشرة وهنا سنضع كل اثنان في مجموعة إذن العدد في كل مجموعة هو اثنان والآن عشرة تقسيم اثنان يساوي خمسة وهو عدد المجموعات والآن ننتقل إلى أكتب العدد المفهود في المربع ثالثا فراغ ضرب خمسة يساوي خمسة عشر وفراغ تقسيم خمسة يساوي فراغ كيف نجد الفراغ الأول في جملة الضرب؟ أحسنتم من عدد المجموعات هيا نعود واحد اثنان ثلاثة أحسنتم ثلاثة ضرب خمسة وهو عدد العناصر في كل مجموعة يساوي خمسة عشر وهو العدد الكلي ننتقل إلى جملة القسمة أول فراغ سيكون العدد الكلي وهو خمسة عشر تقسيم خمسة وهو عدد العناصر في كل مجموعة يساوي ثلاثة وهو عدد المجموعات رابعا أربعة ضرب فراغ يساوي اثنى عشر واثنى عشر تقسيم فراغ يساوي فراغ هنا لدينا اثنى عشر نجمة هيا نبدأ بجملة الضرب لنجد العدد المفقود أربعة وهو عدد المجموعات ضرب فراغ من يقول لي من أين سنعرف العدد المفقود هنا ممتاز من عدد العناصر في كل مجموعة وهو ثلاثة أحسنتم يا صغاري يساوي اثنى عشر وهو العدد الكلي ننتقل إلى جملة القسمة اثنى عشر وهو العدد الكلي تقسيم ثلاثة وهو عدد العناصر في كل مجموعة يساوي عدد المجموعات وهي أربعة هيا بنا ننتقل إلى أحل المسألة خامسا الحس العددي ما حقيقة الضرب التي تساعدني على إيجاد ناتبي ستة عشر تقسيم أربعة هنا من جملة القسمة هذه سوف نحدد العدد الكلي وهو ستة عشر تقسيم أربعة وهو العدد في كل مجموعة يساوي إذن نلاحظ هنا أننا قسمنا العدد الكلي وهو ستة عشر تقسيم العدد في كل مجموعة وهو أربعة سنقوم بكتابة جملة الضرب المترابقة مع جملة القسمة هذه لأعرف جواب جملة القسمة هيا يا صغاري جملة الضرب ستكون أربعة وهي عدد المجموعات ضرب أربعة وهي عدد العناصر في كل مجموعة يساوي هيا من يقل لي أربعة ضرب أربعة كم تساوي أحسنتم ستة عشر وهو العدد الكلي ومن خلال جملة الضرب هذه سوف أعرف جواب جملة القسمة جواب جملة القسمة سيكون عدد المجموعات كم عدد المجموعات هنا يا صغاري ممتاز أربعة إذن ستة عشر تقسيم أربعة يساوي أربعة هيا اكتبوا الحل بخطكم الجميل والمرتب نشاط منزلي أضع أمام طفلي خمسة عشر ملعقة ثم أطلب إليه توزيعها في مجموعات وكتابة حقيقتي الضرب والقسمة المترابطتين حسب طريقة توزيعه أنا اخترت أن أوزعها إلى خمس مجموعات في كل مجموعة ثلاث ملاعب هيا لنكتب معا جملة الضرب وجملة القسمة المترابطتين حسب طريقة توزيع هذه جملة الضرب ستكون خمسة وهي عدد المجموعات ضرب ثلاثة وهي عدد العناصر في كل مجموعة يساوي العدد الكلي وهو خمسة عشر من خلال جملة الضرب هذه سوف أعرف جملة القسمة المترابطة معها إذن جملة القسمة ستكون العدد الكلي ما هو العدد الكلي؟ ممتاز خمسة عشر تقسيم العدد في كل مجموعة وهو ثلاثة كم العدد في كل مجموعة يا ثاني؟ أحسنتم ثلاثة يساوي من أين أجد ناتب القسمة؟ ممتاز من عدد المجموعات وهي خمس مجموعات وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم دمتم في حفظ الله ورعايته دمتم في حفظ الله ورعايته